نشر فريق الأمم المتحدة القطري في البحرين تقريره حول أبرز النتائج المتحققة لعام 2021 ويسلط التقرير الضوء على الإنجازات المهمة في تنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقع مع حكومة مملكة البحرين في مايو من عام 2021 نعم بهذه المناسبة قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بإنابة في البحرين محمد زرقاني إنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا استطعت مملكة البحرين المضي قدما في تنفيذ معظم المشاريع والمبادرات المشتركة مع الأمم المتحدة وتطوير مشاريع جديدة للمستقبل وتحقيق نتائج مهمة في هذه العملية تعاون مثمر وعلاقة متميزة جسدتها مملكة البحرين مع منظومة الأمم المتحدة جاءت نتيجة مسيرة عمل ومثابرة مستمرة توجتها المملكة بتوقيعها إطار الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة لتبدأ البحرين مرحلة جديدة ترتكز على التطور التنموي في مختلف المجالات وموأمة خططها الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة العالمية سعيا لتحقيق مستقبل مزدهر وتعاون بناء ومتجدد عام 2021 كما العوام السابقة شهد تطورا في هذه العلاقة المبنية أساسا على التعاون والتفاعل بناء بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين وبخاصة بعد التوقيع على أطار الشراكة الاستراتيجية المستدامة في مايو الماضي وقد كانت هذه العلاقة ولا تزال ترتكز على ما تنشدها المملكة من تطورا تنموي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل سعيها لتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 مع مواءمة خططها الوطنية وتنفيذها بأهداف التنمية المستدامة العالمية أنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين عديدة ومتنوعة ولكنها في عام 2021 ركزت على تنمية القدرات وتقديم المشورة في مجال السياسات والقيادة الفكرية عبر النتائج الأربع ذات الأولوية للخطة بما يتوافق بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية لمملكة البحرين ويدعم جميع أهداف التنمية المستدامة العالمية بعد عام من الإنجاز والعمل المتواصل نقدم بين أيديكم اليوم تقرير النتائج السنوي لعام 2021 ويشاركنا في هذا الإنجاز كافة شركائنا الذين عملوا معنا يدا بيد وبروح الفريق الواحد في سبيل دعم مملكة البحرين لتحقيق أولوياتها الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 يعتبر عام 2021 استثنائيا بالنسبة لنا كمنظمة وذلك لأنه شهد توقيع إطار التعاون الاستراتيجي والإنمائي المستدام 2021-2022 مع حكومة مملكة البحرين والذي يمثل سبقا في منطقة الخليج نتائج هذا التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة باتت جلية وملموسة تؤكدها مستويات التنمية المتقدمة على مختلف المجالات الفردية والمؤسساتية والاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية كلها تؤكد على مستويات التقدم المنشود وهو ما يسعى الجميع إلى مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مستقبل أكثر تنمية وأكثر ازدهارا وتقدما ترجمة نانسي قنقر